مساء الخير منودع منخفة جوة ومنستقبل غيره هيك عم بيكون طقس لبنان بيها الايام الشيطة رح يكمل خفيف بساعات الليل بياخد من بعدها استراحة قصيرة يوم الجمعة قبل ما يوصل بالقصمة الثاني من النهار منخفة جوة تاني اقوى فعالية من الاول ومش بالضرورة كل ما شتت الدنيا تعم طرقاتنا بس من الضرورة انه تتحرك البلديات لتنظيف مجاري المياه ونتجنب المشاهد يلي عم نشوفها احتمال تساقط الامطار بكرة الجمعة بينخفض كتير الرطوبة فوق الستين بالمية ورياح جنوبية غربية سرعتها خمسة وثلاثين كيلومتر بالساعة كيف رح تكون معدلات الحرارة يوم الجمعة خلينا نشوف بالعاصمة عشرين ببعقلين تسعتاش وبكسارة اربعة عشر درجة بالليل رح نحس اكتر بالساعة والحرارة الى انخفاض نعمل جولة بالشمال برحبة تسعة بطولة تلتعاش وبأهدن درجتين تحت اسطفر لغيوم بكرة بتغطي بكسافة سمى العاصمة وموج البحر بعده مرتفع وبيتخطى المتر على الجبال الرطوبة مرتفعة والغطايتة كمان كثيفة بالليل جولة على طاقس عطلة نهاية الاسبوع بريك سريع اذا من الشتي رح ناخده بالقسم الاول من يوم الجمعة قبل ما يوصل للمنخفض الجوي التاني يلي جاي كمان من اليونين وحامل معه الشتي والساعة تأثير المنخفض الجوي رح يكون اقوى من الاول الحرارة رح توطى بشكل ملموس يوم السبت شتي رح يكون غزير والتلج على الالفين متر بعض ظهر السبت ما بيشبه قبل الظهر بتنحسر الامطار وبيستقر الطاقس تدريجيا يام الاحد والتنين كمان مع شوية غيوم والحرارة ترتفع تماني كانون الاول هو اليوم العالمي للمناخ منذكر بتوصيات مؤتمر كوب 28 يلي دعا الى تخفيض الانبعاثات بلبنان المسئولية بترجع لكل شخص مننا بغياب التدابير الرسمية هذه كانت احوالنا الجوية تصبحوا عخير